موسيقى عزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية اللي بنتحدث فيها في التربية في الأساليب في الطرق في التعاملات في رجل الأفعال في كيفية أن احنا نبني عقول لأننا ما زلت بقى أكد مع بداية كل حلقة أن الخلفية بتاعة الجزء اللي بننميه في أولادنا وبنربيه في أولادنا وبنغير سلوكياتهم عن طريق المخ البشري هنا يعني أما بنيجي نتكلم في البرنامج يعني بنتكلم في أجزاء من المخ البشري أجزاء من المخ البشري محتاجة تمرين وتدريب عشان تشتغل بكفاءة عشان في المستقبل تقدر تأدي دور مهم في الحياة والدور المهم في الحياة أن ابني يبقى متوازن ابني يقدر يحل أموره ومشاكله بشكل معقول ابني يقدر يكمل للآخر بالرغم من الصعوبات في سبيل هدفه وعوزه ابني يعرف يعني من أين تأكل الكتف عنده مهارة أنه يستقي المعلومات اللي هتفيده ويستقي المواقع اللي هتفيده في سبيل أنه يوصل للي هو عوزه أما تشغل دماغ ابنك صح وتعمل عملية التعديل صح وأنا بتكلم بخبرة الطب النفسي الظاهر للناس أنها مجرد سلوكيات وطرق في التربية وفي التوجيه لكن واقع الأمر أنت بتغير في نشاط مراكز وتحث مراكز وتحرك مراكز وتخسف بمراكز وتدخل صفات في مراكز وبتشيل صفات في مراكز معنى كده أنك أنت بتتعامل مع المخ البشري واعتقاد الراسخ ليس تحيزا لقضية الطب النفسي أو لقضية التربية أو لقضية التوجيه هو أهم ما يمكن الاعتناء به في ابنك أو بنتك أهم ما يمكن ياخد انتباهك فأنا ابني ممكن يكون غير واثق في ذاته وفي نفسه ما عندوش مقدرات ودراسيا متأخر وما عندوش جهد بيقدمه متدلع حبتين لكن ضربة قلبي زيادة جاتله تجري على طول سريعا متجاهل كل هذه الأعراض اللي موجودة وتجري على دكتور القلب ابني تعبان بالرغم من أن التربية والتوجيه وبناء العقول أهم من القلوب بمعنى أن القلب يمكن إصلاحه يمكن أن أعيش طيلة عمري بمشكلة في القلب وأخش أحسن الكليات وأنال أحسن المناصب وأصل لأقصى ما يكون طالما مخده معد إعداد جيد لو ابني عندو حرقان في البول وبيعيت وبيسرخ ممكن الزوجة تنتظر زوجها لحد ما يرجع من الشغل ويلا حالا بالا عشان الولد متألم فنروح للدكتور ونعمل تحليل يطلع شوية أملاح طب يشرب مية طب ياخد فوار طب ياخد كذا طب ياخد كذا الحمد لله رب العالمين أنا اتطمنت على الولد في نفس الوقت اللي الولد فيه عنيد الولد فيه لا يقدر المجهوت الولد قاعد على التليفون 24 ساعة الولد مش في تفكيره وطموحه انه يكمل دراسيا بقدر ما انه يطلع على يوتيوب او يطلع على تيك توك او يعمل كذا او يعمل كذا او يعمل كذا واحنا حسين ان احنا الحمد لله انقذنا الولد من حرقان في البول وسبناه في غرقة في الحياة لو ابني بيشتكي من ترجيع واسهال نزلة معوية يعني حاجة مناظر الام ومناظر الاب اللي شايلين الولد ومتأثرين جدا جدا بحالة من شادات القطورة خلاص لان الولد فقد كتير من البوتاسيوم كتير من السوديوم سواء الكتيرة فقدت منه لازم نعوضه حالا عشان يرجع جسمه للمعدل الصحيح في نفس الوقت اللي ممكن يكون الولد ده عنده اشكال في صعوبات للتعلم ممكن اشكال في الانتباه او في التركيز او الولد حركي او الولد بيه تأتأ او الولد ممكن يكون سلوكه مش تمام ببقى مرتاح هو السؤال دايما علمونا ان في قواعد للامور بتبنى ودايما الاساسات الاهم على الاطلاق في البناء الكبير اللي بنعمله ودايما النجاح في الحياة لا يقتضي ان اكون سليما صحيا ولكن لازم اكون سليما نفسيا واما اقول سليما نفسيا دي مش معناها الدلع كفكرة دي مش معناها ان احنا عاوزين نطبطب على عيالنا طول الوقت او مثل تاني ان هو اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24 ضلع خلاص ادي له على دماغه وبص هو ابن يصله هو يعني ابن كذا خلاص انا العجز ما ودي له العلقة التمامي يتعدل بعدها شهور انه انت مش تعرفش ابني فمعنى كده ان ابنك ده بيساق الحمير وبالتالي هذا الولد شخصيته هتبقى ذات اهتزاز وحيبقى مع شخصيته اللي ذات اهتزاز دي ممكن يطلع قاسي زيك بالزبط يتعامل مع اولاده او مفرط في الحنية والطيبة من هنا ومن هنا ومن هنا عشان اولاده اللي بنقسسله مش انا اللي بقسسله اللي بقسسله عقول الاباء والامهات اللي بتسمعنا او المربين احنا بنتكلم فيما هو اعمق فيما هو اعمق من التحيز لعلم عن علم او تخصص تخصص دون تخصص كل التخصصات مهمة ولكن اللي حلفت انتباه اولادنا لي يعني جت حالة صغيرة كده بسيطة النهاردة شفتها بنوتة الام بتتكلم انها البكرية وهي لم يكن عندها ادراك في كيفية التعاملات مع الاولاد فهي الاولى فتدربت فيها فهي كانت شايفة ان مهمتها كام انها تسعيدها في كل شيء في الحياة وانها تسهل عليها مهمة الحياة وتلقائيا بدأت الام او البنت تعتاد الام في لبسها في تنقيته في الخروجات في الفسح في المرواح في المجيف كذا في كذا في كذا دون ما ادراك يعني من الام ان في حاجات مهمة لازم تنمى في البنت فالامك بتقول انا كنت فكرة لا فكرة دي ما تنفعش في علوم الجهاز العصبي ما تنفعش فكرة دي يعني ما تنفعش مش موجودة فكرة دي مش موجودة حاجة مش موجودة عند بنتك اصلا انا كنت متوقعة اصلا مش موجودة عند بنتك هتتتوقعيها ازاي ان انا اما سخنت واصبت بنزلة معاوية شديدة والتهاب رئوي مشترك مشترك في السرير البنوتة الكبيرة ما قدمتش اي مساعدات لكن مين وكل ام مسؤولة ان يعيد الابتدائية والاعدادية والثانوية والكلية كلية مرة تانية مع كل الاولاد ما قدمتش حاجة ام تانية في منتهى الغرابة وام بتقول ان انا كنت دخلة الحمام واضح انه التنفس كان بدأ يتأثر نتيجة للبخار وان الشفاط ما كانش بيشفط البخار بشكل جيد فلم لمت نفسي وخرجت من الحمام مش قادر ااخد نفسي البنت الكبيرة اعدى محلك سر والتانية جاي جاري بتجيبكوا بيت نيريا وتقولها يا ماما انت كويسة انت احسن انت افضل انت كذا انت كذا دايما تقول الام او الاب انا كنت فاكر كنت متوقع اما تقول انت فاكر او متوقع من الولد طالما احنا امنا بكذا لازم يقوم بكذا ده معناه ان المراكز المخية للعطاء الانساني مناماش عند الولد التعاطف حتى نقطة التعاطف انه يتعاطف مع تعبك بيصل بالاولاد في بعض اوقات من جبارتهم ان ربنا ياخده نرتح منه وبالتالي اللي بقوله ده واقع بنجده في حياتنا واقع بنقع فيه بان مفهوم التربية هو اعطاء كل شيء يحتاجه البني ادم في حياته بلا مجهود بلا مجهود يعني متوقعين بقى احنا جبنا لك كل حاجة بقى زي الامهات اما تنقص درجة او نص درجة الامات تقول مش عارفة احنا قصرنا في ايه احنا جبنا لك احسن لبس احسن مدرسين احسن مدرسة احسن اعداد احسن 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 احنا مش عارفين احنا قصرنا في ايه عشان سيادتك ما تذكرش عشان سيادتك ما تبقى زي فلان عشان سيادتك ما تبقى زي ابن عمك انا خبت القوية يعني انا روح العيلة في اجتماع الاسبوع يوم الجمعة وقلهم جاب كاب يا اخي قصرت رقبتي وقصرت رقبتة بوق ده ما فيش حد بيطعب زي يا بوق ما حدش بيعمل زي يا بوق والكلام يبقى من النوع ده وتستغربوا لا يعني الولد او البنت مش جدعان من السند مش بيستسقلوا العطاء ونسأل هو المجتمع بتاعنا بيبقى متفسخ ليه لان العطاءات ما بقتش زي زمان زمان كنا بيتربى البني ادم زمان مش زمان عشرين مليون سنة انا بقول الطبيعي ان انا اخلي ابني يعتمد على ذاته في كل اموره وقفت حاجة قدامه ببقى موجود خليكي دايما غالية وخليك دايما غالي وقت الاحتياج بس تكون موجود لكن مش في كل الوقت انت متاح الحاجة التانية والاهم ان عشان تنتظم النبضات العصبية في المراكز المخية لابد من نظام واحد يتبعه الطفل طول وقته سواء كان صغير سواء كان في الوسط سواء كان مراهق سواء كان كذا عشان تنتظم الاشارة العصبية داخل المخ البشري في الفص الامامي عشان اقدر اتحرك سليم لازم يكون فيه سياسة مشتركة ثبتة ما بين الزوجين وبالتالي لو انا مختلف مع زوجتي في قضايا التربية حد فينا مأثر وعادة المفروض اللي مأثر بنوجهه وما قدرش اشيل انا اكتر عشان اقدر اعدي بالمرحلة اللي موجودة في عملية التوجيه يوم ما اقول ان ده لأ يبقى لأ آ يبقى آ اما اقول ان احنا هنعمل نظام دماغ ابني بينتظم بيترتب يعني يروح حضانة ولا ما يروحش حضانة لا ما يروحش حضانة طب مش ينتظم نومه طب الولد عنده نشاط زيادة طول النهار طب هو عيهري وينقط ماما هتقده وتقعد تتكلم معاه وتتناقش معاه وفي الاخر ممكن يشده مع بعض والجو يبقى مجدود سيادتك وانت راجع من الشغلة عاوز بيت هادي مش هتلاقي البيت الهادي وممكن يحصل بينك وبينزوجتك اختلاف على طريقة التعامل مع الولد انا مش قلت ان الولد ما ينام الساعة 8 طب حضرتك مش راضي توديه الحضانة الحضانة بتاخد مجهود ضخم جدا يجي على الساعة 7-8 ينام يبقى الاتفاق المشترك حول الحاجات البسيطة دي بتغير الساعة البيولوجية الطبيعية بتاعت الإنسان إلى ما يحب البنيات ينام 8 يصحى 6 يبقى كده ادى فرصة للزوجين انهم يعيشوا انهم يتفاعلوا انهم يتنقشوا انهم ياخدوا يدوا لكن لو ما ادناش المساحة للزوجين هيشترك الأولاد في وضع السياسات داخل الأسرة ويتفرجوا على مدى الديمقراطية اللي موجودة والمشاركة بين الزوجين ويشوفوا طريق التعاملاتنا ويشوفوا ازاي بنشبد وازاي بنرخي وازاي ماشيين على نظام وازاي مش ماشيين على نظام والدنيا تداربية عشان كده يوم ما بنقولي يا تربية انا اقصد بيها المراكز المخية المسؤولة عن الصفات والسلوكيات وما في صفة من الصفات الانسانية زي الصبر زي الخوف زي الاقدام إلا ولها مركز مركز داخلي جوه المخ البشر حتى منظومة السواب والعقاب موجودة الدايرة بتاعتها في جزء المخ اللي بنربي عليها أولادنا واللي مفروض ان احنا بندربهم على الحاجات البسيطة من ان من جد وجد ومن زرع حصد لكن اما يبقى ابن بيحصد وقت ما هو عاوز من غير جد ومن غير تعب مش هتولد عنده الهمة انه يزاكر مش هتولد عنده الهمة انه يكمل تدريبه مش هتولد عنده الهمة انه هو يبقى حاجة للآخر بيتمها مش هتولد عنده الهمة انه يبقى الواد الجدع كده اللي بيشيله يحط ويعمل ويسوي ويرتب ويحط ويعمل يبقى مركز الهمة الفوليشن اللي هو المفروض انه هو مركز من المراكز الكبرى في تكوين الجنس البشري عشان يطور نفسه ما بيتطورش فتيجي بقى تشتكي في سن خمستاشر اللي عارفين هم عاوزين يخشوا أدبي ولا علمي ولا محددين كليات ولا مسويين وقتهم ولا عاوزين يروحوا دروس وبيقول لي أنا عاوزة أغني أعمل باند أعمل مهرجان أعمل معرفش إيه أعمل إيه أعمل إيه والناس تبتدي تستعجب من الجيل البيض والجيل المتمرد والدي جيل المختلف والجيل اللي طلع منه آه الحاجات بتاعت السوشيل والحاجات دي والاتصالات والثورة دي خرجت إمكانيات لأولاد كتير دي حقيقة لا نستطيع ان احنا ننكرها ولكن مدى فايدتها بقى واستمراريتها وتأثرها في المجتمع هو ده الأهم يبقى كل ما يقدم خلاص من هرج ومرج هرج ومرج ويبقى ما يقدم من علم علم يوم محتاسة البشرية في كورونا ما لجأوش لا لممثل ولا لفنان ولا لبتاع يوتيوبر ولا لغيره لجأوا إلى العلم يعني ساعة الجد أو بتقوم البيوت على أسس وقواعد ما لهاش علاقة بكل الهم ده والهاري والنكت ما لهاش علاقة بفيلم ما لهاش علاقة بمسلسل ما لهاش علاقة بأغنية ما لهاش علاقة بكذا دي كلها دي كرات فلسو لكن أما العلم أما تلاقي حد اتزنأ حالجأ للعلم علاقة أما بيمرض يروح للطبيب أما المبنى يتصدع مش هيغني الأغنية مش هواري فيلم حاجب مهندس معماري عشان يعيد كذا وكذا في الزراعة عشان يبقى الزراعة حلوة وكويسة حاجيب مهندس زراعي مش هيجيب مهندس باند فالخلل اللي موجود عند أولادنا دلوقتي وبيعتقد البعض إن بريق الذهب زي ما بيقوله موجود وشادد أولادنا وكل واحد بيتكلم على الثراء السريع وبيتكلم على الشهرة والموسوعة والترندات والكلام ده لا تقيمش لا ما تقيمش أمم ما بتقيمش فكر ما بتديش علم ما بتطورش في مجتمع أه أقدر أسمحها مرة ولا حاجة وخلصنا مرة وتسمعت وراحت لكن أما نتزلق في أي حاجة في حياتنا هتلاقي إن الأهم العلم والعلم ده إيه؟ المعرفة المعرفة يعني إيه؟ من جد واجد من زرع حصد لكن يعني هي دي المعرفة المعرفة الحقيقية في الحياة خلاص إنك أنت تعرف تتصرف إنك تعرف تحل المشاكل اللي أنت وقع فيها أو وقعت نفسك فيها إنك تعرف تتعامل مع البشر على اختلاف تركيباتهم سواء كان ولد عنيد ولد كذا ولد كذا ولد كذا ولد كذا ولد كذا إن أعرف أتأقلم مع الفقر والغنى مع الثروة وعدم وجود مع الحياة الرخيصة والحياة الغالية هو ده هي دي المعرفة هو ده اللي قصد عليه إعداد العقل البشري للاستيعاب يعني بعض أوائك كده بشوف ناس طيبين طيبين نفسهم يعني ربنا يفتح عليهم كده ويوسحها ففي دايما مسابقات كده بيعلن عنها فلان الفلاني يعني اتصلوا بالرقب الفلاني عشان يجيب كذا ويعمل كذا ويعمل كذا أنا بشوف جامعيين يسعوا إلى ذلك سعيا ويجندوا أموالهم في سبيل الوصول إلى هذه الجائزة اللي هو الثراء السريعة اللي ما بيقيمش حاجة شوية فلوس هتصرفها بس هتقيم حياة طيب افترضنا جيبنا أحسن بيت في الدنيا وسكننا فيه عروسين والعريس بسم الله ما شاء الله اعتمادي مش بتاع شغل مش بتاع مجهود مالوش في إنه يتعب حيقوم البيت على إيه على الجدران اللي موجودة ولا هي الست الزوجة وهي شايفة إن زوجها مش ناجح وهي قعدة هيبقى مالي عنيها ولا الشقة هي اللي مالي عنيها ولا معرفش إيه اللي مالي عنيها نفكر مع بعض يعني نفكر مع بعض أنا ما بشوف الحارس البسيط مع زوجته أو أنا بشوف الصياد اللي موجود في نهر النيل وجنبه زوجته وفي عيلين وراء في المركب بتاعه وهو بيصطاد الصبح أو بالليل بعد ما لم شوية السمك وبيبيحهم خلاص والتعاون الموجود والسعادة الغامرة بإنه هو أنهى اليوم بالدنيا واللي فيها وده بيت سعيد هم في الطل بس ده بيت سعيد بيت الأولاد اتعودوا وعرفوا أن بابا بيقوم بمسئولياته وإحنا علينا مسئوليات ولازم نساعد ولازم نشارك بيت ساهم أن عليه أنه يكتعد عشان يحصل مش عليه أنه هو يطلب ويؤمر فيطاع لا ده ده مخ أما تكون بنوتة سغنونة لا حق الدلع ومعها أولاد بيبقى البنوتة متميزة لأنها بنوتة بتدلع من الكل حقها لكن هل الدلع ضد منظومة أنها تبقى مجتهدة هل الدلع ضد منظومة أنها تروح تدريب وتتدرب هل الدلع معناه أن أنا أسيء إلى أبي ومعليش أصل البنت كانت منفعلة فلطش اتمعرفش في إيه عملت إيه سوت إيه جابت إيه طب دي لو صدرتها لزوج هتعمل إيه بقى مع البنوتة دي هتعمل فيها إيه دي هيعمل فيها إيه يعني هيضربها بالنار هيعملها إيه يعني مراوح البيت معليش أصل ماما معلمتنيش إزاي أخش المطبخ معلمتنيش إزاي تنظف معلمتنيش إزاي كذا أنا مش بقزم مهمة الزوجب ده مجرد حتى رعاية البسيطة ما بقدرش أقوم بيها محتاجة خادمة ومحتاجة شغالة ومحتاجة حد الست اللي بتيجي تنظف وتوضب وتعمل لكن في النهاية مش كل الأزواج حيبقى عندهم لسطاعل كده ومش كل وحدة متدلعة حتلاقي اللي يعرف يدلحها وبالتالي لازم نفهم ده حكم على هذا البيت بالانهيار أفتكر أحد الناس بس هو يعني إيه هو 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 شاب زي بقية الشباب ولكن كان عين أمه يعني بمعنى إنه هو كان الفروت يعني في أمهات كده بيبقوا ساعات كده بيبقى فيه بعض التفرقة في العواطف والمشاعر وممكن ناخدها بشكل تاني ممكن تحس إنه هو الولد ضعيف عن أخوه أخوه التاني ده بسم الله من شاء الله الله هو أكبر يعتمد عليه وجدعه والكلام ده فتطبطب على ده فتزود ضعفه فما توليهوش مسئوليات فتزقه بالعافي في التعليم فأخو ممكن يقول لا يا ماما كده غلط تقول له يعني هو أخوك ولازم تهتم بي أخوك صغير ده لازم تهتم بي لازم تبقى جواروائي في جنبه عامل كذا آه الولد صالح وحيقف لكن طالما أنا مبلغ مبلغ معين بيجي لكل شهر النتيجة لأن الولد سابتلي حاجة بحطها ودي الحاجة الوحيدة اللي بقدم وبالتالي التربية التدريب أساس السلوك والسلوك نابع من مراكز محددة في المخ البشر عشان أنمي المراكز دي لازم أضرب ابني كتير في الكتابة في مراكز للكتابة وفي مراكز للقراءة على فكرة وفي مراكز للغات وفي مراكز اللغة العربية الوحدة والإنجليزية الوحدة في مراكز للعلوم في مراكز الميكانيكا في مراكز البيولوجي في مراكز في مراكز في مراكز في كل حاجة تخص الحياة موجودة هنا في المخ البشر أما تحب أما تحب تدرب مركز قلنا ان احنا لازم نكون السياسة التربوية واحدة والنظام واحد والاسلوب واحد ويبقى الطريقة بعد كده نمرة ثلاثة الاهم ايه ده وانت كل شوية تطلع علينا في الاهم طريقة طب لما تلمس على جرح كده ولما تغبط الجرح انه اكثر ايلاما يعني لو انا عندي ابن رجله مجزوع وعاوز ابتدي ادربه حزقه حرميه في الطريق لا اخد ايديه لو يقدر يمشي ويعكز على ايديه او يحط ايديه على كتفي عشان يعرف يمشي تاتا تاتا لحد ما يوصل فين لبر الامام رجله بقى كويسة وزي الفوليك اما يبقى ابني عنده نقص حديد اجيبي سياح حديد اكل هالو ولا بند الحديد بمقدار لحد ما الانمية تروح فاهمين ما اقصد ده اللي بنعمله في الامور العضوية يعني اما يبقى الولد واخد نازل برد بنعرضه للهوى مرة واحدة ولا كعادة امهاتنا زمان كانت لازم تشربنا كوباية مية زمان يعني كوباية مية قبل من ننزل المدرسة الصبح لان الجو بيبقى بارد وبالتالي بتحتاج معادلة لذلك بنلبس تقيل خلاص وبتطلب مننا في نص اليوم انك تقلع بس ايه الجاكت بتاعك عشان حر بعد كده يعني كل حاجة عضوية في تراكيب البني ادمين تعالى عاوز واحد بيعمل كمال اجسام ودي دي 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 لعبة كمال اجسام كمال اجسام يعني ايه يعني يعني كاملة كاملة من 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 كل عضلة وكل مجموعة عضلية موجودة داخل الجسم بيشتغل عليها بانتظام طب لو زودت في التدريب ممكن يحصل لي ايه مزق فعشان كده لازم اللي بيدربني يبقى فاهم الاحمال كويس صح؟ احنا بتكلم دلوقتي في ايه؟ الحالات العضوية الحالات العضوية البحتة البحتة خلاص يعني مفيش مفيش تدريب يؤدي الى ان الوادي جزع رجله او تكسر او يغم عليه من كتر المجهود بيبقى كل حاجة بايه؟ بقل وكمان بنيدي البيتامينات عشان تقوي في التربية بقى محتاجين نفس الطريقة مش قضية سخن وبارد يعني فيه امهات بقى رائعين يعني طيبين جدا احنينين قوي فالامهات بتقوم بضرها كله فهي بقى في يوم بقى هي هي بقى خلاص يعني استفزت من برنامج من البرنامج والكلام بتاعي فالولاد بيتعشوا دلوقتي وكل واحد منكم بقى لازم يشيل الطبق بتاعه وخلاص انا حفضل بصوا يعني مش هحطلكوا اكل بصوا محرومين من عشا طول عمر لو ما شلتوش اللباء في الغالب اللي ولاد ما بيشلوش اللباء لانه ماما مش هتحرمهم طول عمر من الاكل وبالتالي هم بيأكلوا وبتستمر الامور يبقى معنا كده الاسلوب الامثل في التعامل مع الجهاز العصبي عشان الاشارة بتاعته العصبية اللي بتمشي في المركز بتاع الفص الامامي او الفص القلبي او مئة الف فص اللي موجودين ومش مئة الف فص ولا حاجة دي مجموعة بسيطة من الفصوص لكن لازم لازم يكون في الاسلوب الامثل لكل طفل اقولكم مثال ومثال محلو في بعض اوقات لقيني ولا تغديني لقيني ولا تغديني يعني لقيني ولا تغديني تكلمني كويس وباحترام وديني قادري كده وحطيني في المكانة يعني وبس لكن حتى اكلني وتخلينا رجع يعني حرم يعني اطلعوا على جتتي بالبلة قول معروف ومغفرة قير من صدقة قول معروف ومغفرة قير من صدقة يتبعها أذى يتبعها أذى وبالتالي نتكلم حلو ونتناقش حلو ومش لازم تغديني يعني مش وده مهم ليه؟ لانه هو ده صلب التربية صلب التربية مش بأكل وشرب ده عشان صلاح الجسد صلب التربية مش ان انا ألبس قوي وأحسن قوي وأعيش في أحلى حتة قوي وأحسن حتة في الدنيا قوي وعملنا لك معرفش فين قوي ويعني كده قوي ملاحش علاقة بهدوء العصاب ملاحش علاقة بالنفوس ملاحش علاقة بالكذا آه بتبقى أكثر هدوءا في مكان لكن مش بيدخلك السعادة ومش بيدخلك خلك الإرادة ومش هيصحيك الصبح عشان شغلك لو انت كسلان ومش هيخليك تذاكر لو ابنك بعطلان ومش هيخليك مراتك تعرف تعمل الأكل لو هي ما بتعرفش ومش هيتتنظف البيت زي ما هو مطلوب عشان خاطر اتنقلت الأحلى ما كان في الدنيا أي مكان وبالتالي الإسلوب مطلوب الإسلوب اللي هو ايه بقى احنا عندنا طالب مثلا من الطلبة كان عنده عشر سنوات عشر سنوات عشر سنوات لا اتناشر سنة انا قلتها دي مرة اللي قبل اللي فابت اتناشر سنة حفظ القرآن عن أكمله القرآن ده كتاب ربنا سبحانه وتعالى القرآن كلام الله القرآن بركة اكون ابني حفظ القرآن دي جاي جدا بس عاوز اقول معلومة مش كل الأولاد مؤهلين انهم يحفظوا القرآن كله الله يهديكوا يعني العقول والقدر على الحفظ بيبقى فيه نسبة من الأولاد عندهم قدرة على الحفظ وفيه أولاد ما عندهمش القدرة على الحفظ مش معنى كده ده اكثر ايمانا من ده او ده احسن من ده دي مسألة قدرات الحفيز حفيز وهتلاقي الجزء الثاني قادر على الفهم اكتر الاستيعاب اكتر فكرة التحليل اكتر المسائل الرياضية اكتر المسائل العلمية اكتر وما الى ذلك لكن في النهاية حفظ القرآن ولد عنده اتناشر سنة بسم الله ما شاء الله حاجة يعني تفرح خلاص والولد جيح عشان يتناقش يعني انا كان كان في مكان كنا زمان في قناة من القرآن وكنا بنصور فكان بعض الناس بتستنانا كده على البواب عشان يقولوا لنا اي حاجة فبهم ضمنهم الولد والأم يديتهم معات في العيادة عشان ييجوا او في المستخدم اي مكان قعدنا خلاص قلت للأم اتفضلي انتي الاول وخلي الولد يتكلم معي الولد يتكلم معي ولد قال لي انا حافظ القرآن الكريم بكله ورجعته على الشيخ اللي حفظني وانا جاي عشان اختصم امي اليك ان انا مش عاوز اكمل مع عم الشيخ ده يعني المحفظ فوق راسي بس انا مش هقدر اكمل معاه مش هقدر اراجع معاه مش هقدر بقية القراءات تكون معاه قلت له طب لي ايه السبب ده الراجل انجز معاك انجاز كانوا زمان اللي بيحفظ القرآن الكريم ده بيعملوله حفلة واحتفال منزلي داخل عائلة والعائلة كلها بتجتمع وبيبقى فيه ناس بتبح وبتعمل والكلام ده بيعملوا حاجات كتيرة جدا والشيخ بيبقى مقامه في مقام الشيوخ عالي دايما يعني شيخ والشيخ جاية من سنا او علما لكن لكن مهم جدا نعرف ان الاسلوب بقى فقال لي انا حفظت القرآن فعلا انا حفظت القرآن ما خافت اننا تضرب وحفظت القرآن ما خافت اننا تشتم وحفظت القرآن عشان ما يقابلنيش عم الشيخ وحش وبالرغم من ذلك انا ضربت في بعض الاوقات واتقلي الفاظ والفاظ واحد اتنين تلاتة اربعة ايما كانت فهي الفاظ الحيوانات مش بشر يعني انا ما قدرش اوصف واحد بانه خرتيت يعني ولا باغلي مثلا او احمار احمار وساعات كده بننهزر يعني الود عامل زي الجحش يعني كده ده حاجات عادية يعني فهماني او ممكن نقوله انت الكرسي اللي انت قاعد عليه ده بيفهم اكتر منك مثلا بنهزر عشان نعلم الولاد بنشدهم يعني وممكن نضرب المضروب نضرب المربوطي خاف السايب يعني ممكن ولد يكون مش شاطر يعني معندوش القدرة على الحفظ ممكن فقال لهم سيقول انا بقى ربي فهماني فممكن يضرب ضربتين كده اي مكانة الضرب فقال فقال انا ممكن احفظ على يعني مع حد تاني ولكن انا عاوز احتفظ بادميتي لاني حبتدي اخد موقف من القرآن الكريم الولد بيتكلم وكأنه مش عنده 12 سنة عنده 21 سنة عنده 32 عنده 40 عنده كذا والام دخلت مع الولد وبدأت تتناقش لا هو كده والكلام ده فقلت لها العدالة تقتضي انك انتي طلبت منه مطلب ورجوتي رجاء بانه يبقى حافظ كتاب ربنا سبحانه وتعالى وانه هو لازم يتم القرآن الكريم ويرتل القرآن والمفروض انه يحفظ كمان يبتدي على القراءات وغيرها من الامور ولكن انت قدام حلين قدام ان ابنك يبرك في النقطة دي وفي نفس الوقت يعلو درجات وقدام انه ما يبركيش في الامر ده وينقص درجات قالت لي ازاي قلت لها والله احنا تعلمنا زمان ان لازم يكون للشيخ او للمعلم او المحفظ او مدرس الرياضيات او مدرس الالعاب او مدرش الفنون او اي مدرس من المدروس كاريزمة يعني قدرة على الجذب قدرة على انه يخاطب اللي قدامه على حسب ثقافتهم ومعرفتهم فابنك من النوع الحساس الحيي يعني الولد كان فيه حياء والله فهو الولد خايف لان هو هيتجرق يعني وصل فيه المرحلة قال لي فيه مرة من المرارك وتعرض عليه اقول له انت يعني هنعتبر الولد هو الغلطان لان المفروض ده كبير ولازم نحترم الكبير طب الكبير ما يحترمش الصغير ليه احنا في منظومة في منظومة علم والعلم لها اداب سواء كان قرآن كريم او علوم اخرى وبالتالي لابد من التأدب مع المعلم وبالتالي طالما انا عندي ولد بهذه الحساسية وعنده قدر من الحياء يبقى لابد من استخدام الالفاظ المناسبة خلاص نعته بأوصاف جيدة خلاص نمنع مسألة الضرب وابنك واخد موقف من الراجل ولو خد الاولاد موقف من حد ده حيرفضوا كل اللي حديهم اسمعوها جدا يعني لو ابني خد مني موقف نتيجة لان اسلوبي مش مناسب وحعيد تاني من حق الاباء ان يربوا كما يرون ولكن يشوف الاول بس ايه الاسلوب ده حينفع مع ابنه ولا لا يعني احنا اضربنا وعادم ما يتضربوا احنا تهزقنا وعادم ما يتهزقوا احنا تشتمنا وعادم ما يتشتموا احنا تقلل بينا وكذا احنا كان بيتقارن بنا وبين ما عرفش مين يبقى يتقارن بنا وبين دي كلها اخطاء دي كلها اخطاء واخطاء حتى لو اعترفت ما احنا كويسة وما انا زي الفل له زي الفل ده انت متعرفش التعامل زي الفل انت قاسي زي الفل انت مطلع عينين مراتك زي الفل انت مطلع عينين اللي شغالين معاك زي الفل انت ما ينفعش التعامل معاك عن قرب لازم يبقى الواحد يكون من بعيد لبعيد احنا بنعتقد بان احنا سلام لكن ما فيش حد سليم 100% ومش معنى كده ان اقابقنا اخطأوا 100% لا حشا وكلا لا خالص بس فيه جيل يصلح معاهم الكلام ده وجيل لا يصلح معاهم الكلام ده احنا زمان كل حوالينا اللي كنا بنروحه شارع او نادي وما كانش فيه حاجة تاني وفي الصف نسافر دلوقتي العالم كله بيجي لابنك وقاعد على السرير قدام عينيه قدام الشاشة فشايف نمازج وشايف اسليب وشايف طرق وشايف الناس بتتكلم وشايفني وانا بقول لا ما ينفعش الشتيمة عيقاء هو ما ينفعش الشتيمة فيه ولاد بيعنده فيه ولاد يقولك اضرب فيه اولاد بيأصل بيهم الجراء انهم يقفوا قدام باباهم وبعد كده بابا بيدرب بقوله اضرب كمان مش عايق مش حاسي فعشان ما نوصلش للمراحل دي يبقى الاسلوب الامثل في التعامل فخلاصة القول ما بين الولد والام غيري المحفظ لان اسلوب المحفظ لا يصلح لابنك وبالتالي عشان تفضل مكرمة الحفظ ويفضل مقدر للقرآن الكريم ويفضل كذا لازم اللي بيوصله الرسالة يكون حبيب الى قلبه لكن لو انا جبت احسن مدرس رياضيات في الدنيا وطلع غشيم ناشف ما قدرش قدرات الولد في الاول ما شجعش ما خلاش فيه مثابرة ما جايش عشان يقضي الساعة ويمشي ابني ممكن ما يستفدش وممكن تلميزة في الجامعة او حد خبيج حديث في كلية التربية يقدر يتعامل مع الولد والولد ينجح معاه ودي بنلاحظها كتير وخصوصا في السن الصغير في امهات بتشتجي في كيجوان وكيجيتو ان المدرسة ما عرفش كانت شديدة وما عرفش ايه وسطة عالي وما عرفش ايه والبنوتة كانت بتخاف منها وما بتحبش ما عرفش ايه لكن جات في أولى ابتدائي تانية ابتدائي تالتة ابتدائي تحسنت هل تفوقت في الذكاء لا الاشارة الضوئية مش يتصح في المخ نتيجة للاسلوب الصح والاسلوب الصح اللي يتماشى مع المشكلة اللي موجودة او الحاجة اللي محتاجة ندرسها وبالتالي حنتدي من يوم الجمعة الجاية ان شاء الله معنا اعتقد عيبة عشر فيه نقطة مهمة ان احنا نعرف ان احنا اما بالربي بندرب مخ بشري ومراكز مخية حقيقية اما بيعملوا الوصلات بتاعة رسم المخ ورسم المخ بالمونتاج وغيرها بيشوفوا الفارق ما بين الطفل المحفز والطفل المتحفز الاسلوب الهادي والاسلوب الشديد فتلاقي هنا الاشارة الضوئية اعلى من هنا وتلاقي ان نشاط المخ هنا اعلى من هنا يبقى معنا كده ان الاولاد اللي بيتولدوا وبنبقى مسؤولين عنهم التعاملات اليومية البشرية هي تعاملات للمخ البشري في المقام الاول وفكركم بنجري على الدكتور جاري يوم ما تبقى معدة الولد او القولون او اسهال او كلا او كبد او قلب تعبان ولكن ما بنجريش مش على الدكتور ما بنجريش على ان نتعلم الاساليب السليمة ان ابني يتقبل ان يبقى مسؤول ان ابني يتقبل ان يعتمد على نفسه ان ابني يتقبل الاختلاف ان ابني يتقبل كيف عمل صدقات ان ابني يتقبل كيف يحل مشاكله بنفسه ويعتمد على ذاته ان ابني يتقبل انه يخلص كل حاجة بطلبها منه للآخر كل ديه مراكز موجودة بقى في الفص الأمامي على الجزء على جزء المخ على غيرها وقد يأتينا ايه الظروف وتتيح نحن نجيب فيديو صغير نوريكم النشاط المخي ساعة التعامل الإيجابي والنشاط المخي ساعة التعامل السلبي وتغير ألوان المنتاج نتيجة لمجرد ردود الأفعال بتاعتنا احنا احنا بنصنع المعرفة داخل عقول أولادنا فعلى قدر اللي بنحطه في دماغاتهم بيشتغلوا وبيمشوا وبيكملوا الصلاح من عند ربنا نعم والهداية من عند ربنا نعم ولكن الأخذ بالأسباب دي بتريح عارف أما الواحد يبقى أعد نفسه إعداداً لأنه يقوم بعمل ويحول دون الذهاب إلى العمل أي حائل خلاص الواحد بيبقى يعني مستقر نفسياً من جوه ونيته تبقى بتبقى طيبة وإحساسه أنه لو قدر له أن يروح كان حيتم المهمة في أحسن حال وقتنا بيمر بسرعة أو الوقت بيمر سريعاً نهاردة ما أتحناش الاتصالات المرة الجاية انشاط الله يوم الجمعة الساعة عشرة حنتيح الاتصالات والتواصل يريد يبقى في المواضيع اللي احنا تهموكم أو تهمنا شاكر فضل وقتكم اللي دوتهولي ويا رب أكون يعني نكون نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن مش من الناس اللي هي بتعمل حالة المقاومة عند سماع المختلف أترككم في رعاية الله وأبد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة